السياحة على ملف الحوار الوطني النهاردة ابتدى الحوار الوطني في الملف السياسي لكن السياحة أيضاً على ملف الحوار الوطني متوقع المناقشات نوصل لإيه نقدر نحقق إيه إيه اللي ممكن يتغير إيه اللي ممكن يضاف يزود عندنا النهاء اللي خلينا نقدر نصل للمكانة اللي نستحقها إحنا عايزين يعني أنا أعتقد أنه هو الفترة اللي جاية هيسهلوا عملية الإعفاءات المفروض يبقى فيه إعفاءات ضريبية للمستثمرين اللي هيدخوا فلوس داخل الدولة عشان يقدر ينجز ويعمل لأن ده فكر رأسمالي إن أنت لازم تضخ القطاع السياحي محتاجين قروض بشكل كبير عشان يقدروا يطوروا من النقل السياحي من الفنادق اللي وقفة من النقل الكروزيس عايزين برضو القضاء على السوق الموازية اللي هي بتشتغل من غير أورادي دي لازم يعني أنا شايف وأنا كنت بعت لصديق لها مقترحات هو في لجنة الحوارات يخضوا مجلس النواب كنا لسه حتى تقريبا أول مبارح في التلفزيون مع بعض في لقاءة تلفزيوني وأنا بعت له المقترحات يعني ده بيبعت وبيبعت بيساعد لأن إحنا إدينا في المجال العملي بصرف المنظر عن الواحد أكاديمي بس إحنا يعني الواحد بقى لي 32 سنة في سوق السياحة بشتغل عملي بإيدي فعارف المتطلبات لما أنا يعني طبعا حصل مثلا في النقل السياحي شوية نقص لأن طبعا فيه أوتوبيسات إدبت وكده طيب معه بس الأوتوبيسات بقت أرقامها يعني بتكلف كتير ولكن محتاجين الفترة خدمة طب الناس دي عايزة قروض طب الناس دي عايزة كذا فالحاجات دي تسهيل القروض بالنسبة للقطاع السياحي الشركات والفنادق وكل اللي عاملين في قطاع السياحي لأن العاملين كمستثمرين لأن القطاع السياحي انت عايز منه هو عايزين نقول الحصان الأسود للاقتصاد المصري هو القطيرة الرابحة طبعا طبعا هو اللي ممكن يغير القطار فلازم يبقى عندنا مثلا القروض ما يبقاش نقول ده قطاع كبير المخاطر يعني لا كبير المخاطر لا يعني فدي نقطة مهمة جدا إن احنا نعملها بالإضافة بقى للحملات التسويقية هي طبعا الدولة قامت بحاجات كتيرة أنا عايزة أقول تسهير الحصول على التأشيرة الإلكترونية دعم التيران الشارتر الناس اللي مقيمة في الخليج ومعها إقامة سرية ومعها دول أوروبا وغيره يقدر ينزل مصر اللي معها الشينجن اللي معها أمريكا اللي معها انجلترا تأشيرات دي كلها سهلت قدوم السايح اللي محتاجينه بقى التسويق مع شوية حوافز إلى آخره هنبوص اللي عدد بتزيد لأنه إحنا يعني إحنا هدفنا واحد إنه إحنا غيرة وحبا في هذا الوطن وفي قيمة السياحة المصرية إنه إحنا نصل إلى المكانة اللي يعني نبقى من الخمسة الأوائل الدول على العالم في السياحة أنا بشكر حراك جدا وكالعادة الحوار مع حضرتك ممتع وكالعادة بستفيد منه جدا بشكر حراك جدا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية اتشرفت جدا موجود حررتك معنا اتشرفت بحياتك بالبرنامج وبالقناة وأنا طبعا يعني سعيد جدا بالبرنامج وإن شاء الله تتكرر اللقاء إن شاء الله أشكرك مشاهدينك العادة الوقت معكم بيمروا بسرعة والقاعدة وسطكم ما تشبعش منها وقتنا خلص وأنا أشوفكم الحد الجاي